أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ووفقنا جميعا لصالح القول والعمل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخواني وأخواتي العزيزين والعزيزات طبتم وطاب مسعاكم وتبوأتم من الجنة منزلا أهلا ومرحبا بكم في الدرس الرابع من دورة رواية الإمام ورش عن نافع من طريق طيبة النشر بإذن الله في هذا الدرس سوف نتطرق إلى باب المد والقصر عند الإمام ورش طبعا سوف ندرس الإمام ورش من الطريقين طريق الأزرق وطريق الأصبهاني أولا تعريف المد المد لغة يعني هو الزيادة أما استلاحا فهو إطالة الصوت بحرف من حروف المد الثلاثة الألف طبعا يكون ما قبلها مفتوح والواو ما قبلها مضموم والياء وما قبلها مكسور أو أحد حرفي اللين وكلنا نعلم أن حروف اللين هما حرف الواو الساكنة وما قبلها مفتوح مثل لفظ قريش وخوف أما بالنسبة لتعريف القصر فيعني القصر لغة هو الحبس أما استلاحا فهو ترك إطالة الصوت وإثبات حروف المد أو اللين من غير زيادة أي حركتان بمعنى يا إخوة كرام أن القصر القصر هو ضده المد لكن القصر المد هو إطالة الصوت لكن القصر المد إطالة الصوت أما القصر فهو ترك إطالة الصوت يعني بمثل المد الطبيعي مثلا حركتان في أي حرف من الحروف المد أو اللين مثلا إذا أردنا أن نطيل عن حركتين إذن يصبحنا عندنا مد لكن إذا لم نطل واكتفينا بالحركتين فيصبحنا مفهوم القصر بمعنى أن مثلا الإمام قالون كما درسنا في الدورة السابقة له المد المنفصل له القصر والتوسط القصر يعني حركتين والتوسط أربع حركات تمام فهذا يعني مقدمة سريعة في تعريف المد والقصر نأتي إلى المد المنفصل طبعا نعلم أن المد المنفصل إذا يعني أتى حرف من حروف المد في آخر الكلمة وأتى بعده حرف يعني الهمزة في أول الكلمة التي تليها ويلحق طبعا بالمد المنفصل المد الصلة الكبرى تمام فالآن ماذا بالإمام ورش بالنسبة للمد المنفصل الإمام الأزرق له الإشباع بمقدار ست حركات تمام قولا واحدا يعني إذا أردنا أن نقرأ للإمام الأزرق فلابد أن نمد المنفصل بمقدار ست حركات أما الإمام الأصبهاني فله ثلاثة أوجه الوجه الأول القصر بمقدار حركتين والوجه الثاني فويق القصر بمقدار ثلاث حركات والوجه الرابع التوسط بمقدار أربع حركات طبعا يا إخوة الكرام أن القصر أو فويق القصر أو التوسط للإمام الأصبهاني طبعا هذه الطرق وكتب عديدة كتبت يعني مثلا كتاب الكامل يعني ذكر بمقدار معين وكتب أخرى أيضا ذكرت مقدار معينة حسب الطرق الأئمة والرواة الذين رأوا عن الإمام الأصبهاني لكن المحصلة أن للإمام الأصبهاني ثلاثة أوجه القصر وفويق القصر والتوسط طبعا مفهوم فويق القصر يعني أكثر من القصر بقليل أو بحركة يعني ثلاث حركات وأيضا مفهوم فويق التوسط يعني خمس حركات يعني مثلا الإمام حافظ له التوسط وفويق التوسط في المد المتصل يعني أربع أو خمس حركات وهنا أيضا مفهوم فويق القصر بهذا المعنى إذن المحصلة هنا أن المد المنفصل عند الإمام ورش يمد للأزرق بمقدار ست حركات بالإشباع أما الأصبهاني بمقدار حركتين وثلاث وأربع حركات تمام المد المتصل طبعا كلنا نعلم أن المد المتصل عندما يأتي حرف من حروف المد في كلمة ويأتي بعده الهمزة في نفس الكلمة مثل كلمة السماء والملائكة وما إلى ذلك طيب ماذا بالإمام ورش؟ أولا الأزرق الأزرق أيضا بالإشباع قولا واحدا أما الإمام الأصبهاني فله أيضا ثلاثة أوجه الوجه الأول فويق القصر يعني ثلاث حركات الوجه الثاني التوسط أربع حركات الوجه الثالث الإشباع ست حركات يعني هنا يشترك الإمام الأصبهاني مع الأزرق في وجه من الأوجه والمد المتصل بالإشباع ست حركات وله أيضا فويق القصر ثلاث حركات والتوسط أربع حركات طيب عند التقاء المد المنفصل والمد المتصل عند الإمام الأصبهاني إذن للأصبهاني في المد المنفصل ثلاثة أوجه وأيضا له في المد المتصل ثلاثة أوجه طيب عندما نقرأ وأتى مثلا في نفس الآية في نفس المقطع عندما يأتي مدان مد متصل ومد منفصل أو يلتقي مثلا مدان فكيف سنخرج هذه الآية أو كيف سنأتي بالأوجه في هذه الحالة فطبعا بحسب يعني ما ذكر العلماء والقراء أن الأوجه الجائزة هنا الأوجه الجائزة سبعة أوجه سبعة أوجه إذن إذا أردنا أن نقصر المنفصل فلدينا ثلاثة أوجه للمتصل فويق القصر والتوسط والإشباع هذه ثلاثة أوجه جائزة وأيضا إذا أردنا أن نقرأ بفويق القصر للمنفصل طبعا هذه الشريحة كلها للأصبهان يا أخوار الكرام لأن الأزرق له الإشباع والإشباع فقط طيب إذا أردنا أن نقرأ بفويق القصر يعني ثلاثة حركات في المنفصل إذن فلنا أيضا وجهان هنا فويق القصر والإشباع إذن هنا وجه ممتنع وهو يعني فويق ثلاثة حركات في المنفصل مع التوسط في المنتصل هذا وجه ممتنع طبعا هذا طبعا عن طريق الرواية يا إخوار الكرام يعني قد يسأل سأل طب لماذا هنا هذا الوجه ممتنع هذه كما ذكرها العلماء يعني أنه لم يرد مثلا في أي كتب أو أي من الطرق عن الإمام الأصبهاني مد المنفصل فويق القصر مع التوسط في المتصل وأيضا لنا أيضا وجهان حتى نكمل السبعة أوجه إذا أردنا أن نوسط المنفصل أربع حركات فنقرأ المتصل بالتوسط والإشباع تمام وهنا يعني حتى أن نساهل الأمر حتى نساهل الأمر ممكن هذه لها علاقة بقاعدة أقوى السببين كما سندكرها في آخر هذا الدرس فيعني فويق القصر في المنفصل لا بد أن يلتقي بفويق القصر في المتصل يعني ثلاث حركات ثلاث حركات ولأن المتصل أقوى من المنفصل فنأتي بوجه الإشباع وأيضا إذا أردنا أن نقرأ بالمنفصل بالتوسط أربع حركات فنأتي بما يوازيه وهو أربع حركات أي توسط المتصل ولأن المتصل أقوى من المنفصل نأتي بالإشباع بالمتصل مع توسط المنفصل لكن أيضا هنا وجه ممتنع أنه لا يوجد مثلا لا يوجد توسط في المنفصل مع فويق القصر عند المتصل لأن المنفصل يعني لابد أن يكون أقل درجة من المتصل يعني بنفعش أو لا يجوز أن المنفصل بدرجة أو بحركة بدرجة أكبر من المتصل فلابد أن يكون إما مساوين له أو بنسبة أقل كما سنذكر ذلك في قاعدة أقوى السببين إذن هذه الأوجه الجائزة في حال التقاء المد المنفصل والمتصل عند الإمام الأصبهاني سبعة أوجه جائزة تمامي أخوة كرام يعني نترك فقط الأسئلة إذا تكرمتم إلى آخر اللقاء الأوجه الممنوعة كما ذكرنا أنه فويق القصر في المنفصل مع توسط المتصل والعكس أيضا توسط المنفصل مع فويق القصر عند المتصل طيب الإمام الأصبهاني من طريق المصباح له المد المنفصل يمد بمقدار حركتين والمد المتصل يمد بمقدار أربع حركة طبعا هذه طرق أحد الطرق أنه والله من طريق المصباح الإمام الأصبهاني له قصر المنفصل وتوسط المتصل يعني يطرأ بهذه الكيفية بهذا الوجه فيه من طريق المصباح يعني هذا أحد الطرق للإمام الأصبهاني نأتي أيضا لتنبيه أو ملاحظة هنا أنه لا يوجد مد تعظيم للأصبهاني لا يوجد مد تعظيم لأصبهاني لأنه في طرق طيبة النشر كما ذكرنا للإمام قالون مثلا من طريق طيبة النشر له المد التعظيم طب قد يسأل سائل ما هو مد التعظيم هو أن يمد القارئ المنفصل بمقدار أربع حركات لمن كان طريقه القصر في الألف يعني الأئمة أو القراء أو الرواة الذين يقرؤون بقصر المنفصل تمام مثل الإمام قالون مثلا أو الإمام السوسي والإمام أبو جعفر المدني مثلا كل هؤلاء الأئمة يقرؤون بقصر المنفصل تمام وأيضا من ضمنهم الإمام مثلا الأصبهاني فقلنا أن له أحد الأوجه قصر المنفصل يعني يمد بمقدار حركتان تمام لكن في حال إذا أتى لفظ لا في حالة لفظ الجلالة مثلا يعني مثلا الله لا إله إلا هو هذا يسمى مد تعظيم مد تعظيم لسبب معنى بقصد المبالغة في تعظيم الله عز وجل يعني الله لا إله إلا هو الحي القيوم هنا مد منفصل تمام والله في بعض الأئمة يمد بمقدار حركتين قصر المنفصل لكن بقصد تعظيم التعظيم والمبالغة فهنا يمد بمقدار أربع حركات مع أنه منفصل مع أن مذهبه مذهبه أيضا أيش القصر لكن في هذه الحالة يمد بمقدار أربع حركات تعظيما يعني تمام لكن الإمام الأصبهاني لا توجد عنده أو لا يوجد عنده هذه القاعدة ولم يرد عن الأصبهاني أنه مد مد التعظيم يعني هذه من باب الملاحظة الآن نأتي إلى مد البذل أيضا نكمل إذن أوتوا قلنا أن الواو مد بدل وآمنوا الألف هنا بعد الهمزة المفتوحة مد بدل وإيمان أيضا بعد الهمزة المكسورة مد بدل طيب وطبعا اختلف المذهب القراء يعني كل قار له مذهب معين مثلا الإمام حفص كان يعني يقصر المد البذل لا يمد المد البذل يمده يعني فقط من يعني من باب المد الطبيعي بمقدار حركتين لكن هنا لنا سوف يعني نرى مذهب الإمام وارش بعد قليل نكمل تعريف مد البذل أنه سواء كان حرف المد مبدل من الهمزة نحو آمنوا أو لم يكن مبدل نحو القرآن هنا الألف هنا يعني ليست مبدلة من الهمزة وإما أن يكون مغير بالنقل نحو الآخرة طبعا كما سنرى في باب النقل أو بالإبدال نحو هؤلاء إيالها تمام أو بالتسهيل نحو آلهاتنا إذن مد البذل هنا يعني إما أن يكون المد مبدل من الهمزة نحو آمنوا أو لم يكن مبدلا نحو القرآن أو أن يكون مغير يعني مد مغير والتغيير يا أخويا كرام أنواع في الهمزة إما أن يكون نقل أو إبدال أو تسهيل كما سنذكر ذلك في باب الهمز طيب مذهب الإمام مذهب الإمام وارش في مد البذل أولا الأزرق له القصر والتوسط والإشباع تمام يعني الإمام الأزرق له ثلاثة أوجه إما أن يقصر البذل أو يوسط أو يشبع البذل طيب الإمام الأصبهاني له القصر فقط بمقدار حركتين طيب مثلا مستثنيات آه نعم مستثنيات مد البذل للإمام الأزرق أنه قلنا مثلا الإمام الأزرق له ثلاثة أوجه أما الأصبهاني فله وجه واحد وهو القصر يعني لا يوجد للإمام الأصبهاني مستثنيات لأنه نحن مستثنيات للتوسط والإشباع وهي للإمام الأزرق طيب ما هي المستثنيات المستثنيات ثلاثة أصول وكلمتان وكلمتان فيها الوجهان طيب الثلاثة أصول رقم واحد إذا وقعت الهمزة بعد ساكن صحيح مثل القرآن ومذؤومة هنا الهمزة أثت بعد ساكن صحيح القرآن الراء هنا ساكنة ومذؤومة أذال ساكنة صحيحة فلا يعني لا يمد الأزرق المد البدل إلا فقط بمقدار القصر يعني لا يوجد فيه لا توسط ولا إشباع والحالة الثانية إذا أتى مد البدل بعد همزة الوصل حالة لابتداء يعني مثل أوتمنة وإيتوني تمام فهنا طبعا لأن الإبدال هنا يعني عارض تمام للابتداء فيستثمى من القاعدة أيضا ومد البدل العارض حال الوقف في الألف المبدلة من التنوين بعد الهمز نحو يعني في حال التنوين الفتح يعني دعاء ونداء عند الوقف نقول دعاء ونداء فهنا المد بذل عارض يعني ولم يكن هناك مد بذل لأنه إذا قرأنا دعاء وأكملنا يصبح تنوين تمام تصبح نون يعني بعد الهمزة المفتوحة نون وليست ألف لكن تصبح ألفا مبدلة عند الوقف بشكل عارض يعني فبسبب العارض هنا تستثنى من القاعدة إذن كلمة دعاء ونداء أيضا من المستثنيات وأيضا أي مثال مثل دعاء ونداء أيضا يخرج من القاعدة الكلمتان المستثنيات كلمة يؤاخذ كيف وردت وكلمة إسرائيل كيف وردت فنرى أن الإمام ورش يقرأ يؤاخذ يواخذ تمام بهذه الكيفية بالإبدال يعني فأيضا تستثنى من المد البذل الأزرقي يعني لا يوجد فيها لا توسط ولا إشباع وأيضا كلمة إسرائيل عادا الأولى عادا الأولى في سورة النجم قرأها طبعا الإمام ورش عادا لولى تمام عادا لولى يعني هنا يوجد نقل في الهمزة نقل في الهمزة همزة الأولى فبسبب النقل هنا يعني الشيء العارض أو مش العارض هو يعني نوع من تغير في الهمز هنا يعني يجوز لنا إما أن نمد البذل يعني كتوسط وإشباع وقصر أو أن يعني نكتفي بالقصر لذلك اتفق العلماء أنه يعني يوجد فيها الوجهان يوجد فيها الوجهان طبعا الوجهان ما هما نقصد إما القصر وإما قصر وتوسط وإشباع يعني هؤلاء الوجهان يعني يصبح في المحصلة بها قصر وتوسط وإشباع يعني الثلاثة أوجه لكن من باب العلم لابد أن نعلم أنها يعني كادت أن تخرج من القاعدة بسبب النقل أو بسبب تغير الهمز وأيضا الكلمة الثانية كلمة الآن الاستفامية يعني في سورة يونس المرأت في موضعين في سورة يونس الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين وأيضا في كلمة في الموضع الذي يسبقها أيضا في سورة يونس تمام إذن الآن الاستفامية الاستفامية هنا أيضا يعني مستثناء صحيح من الكلمات المستثناء لكن فيها الوجهان يعني فيها في المحصلة قصر وتوسط وإشباع طبعا الآن نقصد الهمزة الثانية يا إخوة كرام يعني اللي بين اللام والألف وليست الهمزة الأولى لما تكلم عن الهمزة الاستفامية الأولى نقصد المد البدل الذي يأتي بعد الهمزة الثانية الآن هنا ألف الثانية لكن طبعا الإمام ورش له طريقة الآن سوف نذكرها في كلمة الآن إذن لفظ الآن هنا للإمام ورش سبعة أوجه للإمام ورش سبعة أوجه طبعا نقصد بالإمام ورش يا إخوة كرام الإمام الأزرق لأن الإمام الأسبهاني ليس له إلا فقط القصر تمام يعني تمام كيف يقرأها الإمام ورش همزة الوصل الأولى تمام ومد البدل لانا آ لانا تمام كيف يقرأها الإمام ورش يقرأها بهذه الكيفية أولا الإبدال مع الإجباع في همزة الوصل مع قصر البدل يعني آ 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 اشباع في البدل. تمام? الوجه الرابع التسهيل. التسهيل في همزة الوصل. يعني مع طبعا قصر البدل. والوجه الثاني مع توسط البدل. والوجه الرابع مع الاشباع البدل. والوجه السادس او عفوا السابع هو الابدال مع القصر مع قصر البدل. لانه ما بينفع انه اتي بوجه يعني اكتر من الابدال في حالة القصر. يعني اكتفي بالقصر. اذا الابدال مع القصر هكذا. فقط يعني حركتين. اه فقط. نفس الشاطبية صح نعم. اه لانه نحن نتحدث عن الامام الازرق يا اخوة كرام. والامام الازرق يعني من الشاطبية. تمام? هذه بالنسبة للفظ الآن. الوجه الممنوعة طبعا كما ذكرنا الابدال مع القصر مع التوسط والاشباع في البدل. لا. عادة لولا. احنا الان ذكرنا فقط اه موضوع المد البدل. لكن بالنسبة للنقل سوف نأتي بازن الله لها في باب النقل. الان اجتماع لفظ الذكرين مع مد البدل. طبعا يعني هذه من باب التحريرات يا اخوة كرام. نحن يعني لا تقلقوا بالنسبة. سوف نتطرق لها. التحريرات بشكل تفصيلي في الناحية العملية يا اخوة كرام. يعني اما بالنسبة للنظري قد نتجاوز بعض الامور. اه حتى نتركها في الباب او في القسم العملي. نعم. الان نأتي الى اه لفظ الذكرين مع مد البدل. هذه الوجه الجائزة الابدال تمام مع مد البدل بمقدار اه اثنين او اربعة او ستة. يعني الوجه الاول اه الذكرين او مع التوسط اه الذكرين او مع الاشباع اه الذكرين او بالتسهيل مع التوسط اه الذكرين او مع الاشباع اه الذكرين بتوسط البدل. لانه يا اخوة يا كرام التسهيل يعني يعتبر اقوى نوعا ما من الابدال. يعني يكون هناك اثر اثر للهمزة. لكن الابدال يعني 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 يذهب بشكل كبير تأثير الهمز في حال الابدال. لذلك يكون المد نوعا ما اقوى في التسهيل بمقدار اربع او ست حركات. طيب الان ننتقل. اه الوجه الممنوعة قلنا التسهيل مع القصر. الان اجتماع بدل معارض للسكون. هذه ممكن نعتبرها من باب يعني برضو قاعدة اقوى السببين. مثال ذلك. اه والذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك اصحاب الجنة هم فيها خالدون. تمام. مد البدل في لفظ امنوا. وخالدون. اه مد يعني العارض للسكون. طيب الوجه الجائزة قصر البدل في امنوا. والقصر في العارض للسكون او التوسط او او الاشباع. وبعد ذلك الوجه الرابع التوسط في امنوا. والتوسط والاشباع في العارض للسكون. لان العارض للسكون اقوى من البدل. فلابد ان يكون مقدار العارض للسكون اعلى او يساوي. يساوي او اعلى من مقدار العارض من مقدار البدل. فاذا وسطنا البدل فتلقاء لابد ان يكون مقد العارض للسكون مساوي له. يعني توسط او اعلى منه او الاشباع. طيب اذا اشباعنا البدل ست حركات. فايضا يعني تلقاء او اوتوماتيك لابد ان يكون مقدار العارض للسكون مساوي له. يعني الاشباع او اعلى منه لا يوجد اعلى من الاشباع يعني. تمام. فهذه الوجه الجائزة في حال اجتماع بدل مع عارض للسكون. تمام يا اخوة يا كرام. طبعا قاعدة اقوى السببين. كما ذكر الامام السمنودي رحمه الله. اقوى المدود لازم فما اتصل فعارض فذنفصال فبدل. بمعنى اقوى المدود رقم واحد في الرتبة او في الترتيب المد اللازم. ثم رقم اتنين في القوة المد المتصل. ثم المد العارض. ثم المد المنفصل ثم مد البذل. فبالتالي بالترتيب نلاحظ ان المد العارض يأتي في مقدمة او يعني في يعني اقوى من المد البذل. تمام? يعني ترتيبه مثلا هنا التالت. لكن مد البذل ترتيبه الخامس. فاذا المد العارض لابد ان يكون مساون للمد البذل او اعلى منه. واقس على ذلك عند اجتماع اي يعني اي مدين مع ذلك. اه المد اللين العارض له نفس رتبة المد العارض للسكون. يعني يعني عامل نفس المعاملة يا اخوة يا كرام. وسنأتي الى المد اللين الان بالإذن الله مد اللين المهموز يعني. طيب. المد اللين المهموز تمام. تعريفه اولا تعريف مد اللين المهموز وهو ان يرد بعد احد حرفين اللين همزة في كلمة واحدة سواء كانت متوسطة نحو سوء او كهيئة او متطرفة نحو السوء وشيء. متطرفة. يعني هو نفس تعريف حروف اللين واو ساكنة او يا ساكنة ما قبلهما مفتوح. لكن الاختلاف هنا يعني لابد ان يأتي بعد حرف اللين همزة مد لين مهموز. نقصد بالمد اللين المهموز يأتي بعد احد حرفين اللين الهمزة. سواء كانت متوسطها او متطرفة هنا. طيب مذهب الامام ورش بشكل عام ان للازرق التوسط والاشباع. التوسط والاشباع. اما الامام الاصبهاني فله القصر وجه واحد فقط وهو القصر. طيب هل هناك مستثنيات نعم. يستثنى من التوسط والاشباع للازرق كلمتان. فهو يثبت فيهما حرف اللين دون مد. وهما موئلة والموئودة. موئلة في سورة الكهف والموئودة في سورة التكوين. طيب يعني كيف يقرأ الامام الازرق موئلة؟ يقرأها فقط باثبات حرف اللين. يعني يثبت حرف اللين يعني مقداره حركتين. القصر فقط يعني تمام. وايضا الموئودة باثبات حرف اللين فقط بمقدار حركتين. يعني هناك يعني مسميات يعني بعض العلماء يقول اثبات حرف اللين وبعضهم يقول بالقصر. لكن يعني ما يهمنا او المحصلة النهائية انه لا يوجد لا توسط ولا اشباع في موئلة او الموئودة للامام ورش بشكل عام يعني سواء الازرق او الاصبهاني. لكن الامام الازرق له في اي موضع اخر مثل مثلا كلمة سوءة يقرأها الامام الازرق بالتوسط سوءة. او بالاشباع سوءة. او مثلا في حالة الهمزة المتطرفة شيء. شيء. او بالاشباع شيء. تمام. اه نعم الاخ خالد يقول ربما فيه فقط اثبات رخاوة الواو بدون مد حركتين. تمام نعم هذه ايضا ملاحظة مهمة في حالة يعني يثبت حرف اللين دون مد. تمام. طيب اه ننتقل الى الشريحة التالية لفظ سوءات. طيب لفظ سوءات يعني كيف يقرأ الامام ورش لفظ سوءات. طب لماذا بالذات هذه اللفظة انه فيها يعني ملاحظة لانه اجتمع فيها مدان. سوء هنا مد في الواو اه مدلين مهموز اتى بعده الهمزة. وات هنا مد بدل. يعني مد بدل. طيب اه في عنا مدلين مهموز ومد بدل. كيف سنعامل في هذه الحالة كما سأل اخ قبل قليل. طبعا هنا الامام ورش مذهب فيه او فيه يعني من باب التحرارات كما سنرى. طبعا لا في السوءات فقط يا اخوة كرام. الجمع عما المفرد. فلا يوجد يعني ليس من ضمن القاعدة. فالقاعدة يعني في الاية ليبدي لهما ما ووري عنهما من سوءاتهما. طبعا سوءات ومشتقاتها موجودة في سورة الاعراف على اغلب وفي سورة طهة. تمام. اه قراءها الامام طبعا نقصد هنا ايضا بالامام الازرق. لان الامام الاصبهاني ليس له الا القصر وفقط سواء في اللين المهموز او في البدل. اذا الامام الازرق قراءها بالقصر في اللين المهموز مع القصر والتوسط والاشباع في البدل. تمام. والتوسط في اللين المهموز مع التوسط في البدل. يعني قراءها هكذا. سوءاتهما 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 سوءاتهما. تمام. هذه الوجه الاربعة الجائزة للامام الازرق. طيب الملاحظة والتنبيه هنا ان لفظ سوءة الذي على الافراد يكون من قبيل او من حركات. اجتماع البدل مع اللين المهموز. يعني مثلا في كلمتين او في موضعين نقصد هنا مش في لفظ سوءات فقط. مثل يعني اه هنا الموضع يا ايها الذين امنوا لا يبلو انكم الله بشيء من الصيد تناله ايديكم ورماحكم. تمام. فاجتمع هنا امنوا مد بدل. وبشيء مد لين مهموز. كيف ايضا قرأها الامام الازرق. قرأها بالقصر اه في المد البدل مع توسط اللين المهموز. وتوسط البدل مع توسط اللين المهموز. والاشباع في البدل مع التوسط في اللين المهموز. والاشباع في البدل مع الاشباع في الليل المهموز طبعا لأنه الليل المهموز للإمام الأزرق له توسط وإشباع تمام توسط وإشباع لكن يعني إذا أردنا أن نقرأ بالإشباع بالليل المهموز ففقط يكون وجه واحد وهو إشباع البذل يعني يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد بشيء من الصيد تمام إذن هذه الأوجه الأربعة الجائزة في حال اجتماع المد البذل مع الليل المهموز طيب الأوجه الممتنعة وجهان إشباع الليل المهموز مع قصر وتوسط البذل تمام يا إخوة كرام إشباع الليل المهموز مع قصر وتوسط البذل لأنه كما ذكرنا يعني الليل المهموز وكأنه يعني يعامل معاملة العارض فيصبح الليل المهموز لابد أن يكون أقوى من أقوى من البذل أقوى ويساوي طبعا أقوى ومساوي للبدل فلذلك يمتنع وجه إشباع الليل المهموز مع قصر وتوسط البذل لكن يمكن يستثنى قد يسأل سائل طبعا هنا هنا يوجد توسط للمهموز مع إشباع البذل آه إذن يصبح يعني الليل المهموز تقريبا مساوي للبدل في حالة قاعدة أقوى السببين يعني فلأنه الوجه الثالث إشباع البذل مع التوسط في الليل المهموز فلذلك يعني لا ينطبق عليها قاعدة أقوى السببين لكن هنا من باب الرواية أو حسب ما ذكر يعني العلماء من باب التحريرات للأوجه الجائزة والممتنع للإمام ورش من الطريقين أو من طرق يعني الإمام الأزرق والأصبهان نأتي إلى موضوع نحن ذكرنا قاعدة أقوى السببين إذن بهذه الشريحة يا إخوة يا كرام ينتهي يعني هذا اللقاء وهذا الشرح لباب المد تمام لكن قد يكون هناك إضافات يعني وشرح بالتفصيل في التحريرات في الجانب العملي بإذن الله إلى هنا ينتهي هذا الدرس نختم هذا اللقاء سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة